يا جدع دا الاهلوية دول ملهمش مثيلي يعني حاجة كده يعني ملهمش وصف ولا كتالوج ولا اي بلاذينة حاجة كده الجحود من نوع اخر ايه يا عم فيه ايه فيه ايه عم رعي مشاعر اخرين ده انت عندك نادي في القرة التانية المسمى بمية عقبة يعني فيه زلازل وبراقين وفيه يعني دمار شامل هنا لعبة بتهرب ولعبة مش رضا تمضي ولعبة بتتمرد ولعب يسافر قطر وجمهور يقولك يرحل مجلس الادارة وحاجات من هذا القبيل وانت هنا قاعد يا بشا زي الفل مية فل واربعتاشر في الجزيرة تحت الشمسية على ضفاق في النيل وقال ايه مش عاجبك تقديم اشرف داري يا نهر ابيض ايه يا عم ده يعني انت سايب المهرجان كله وسايب الدنيا كلها وسايب يعني المصايب دي كلها عند الناس تايب دا ما تقوله الحمد لله والكلام ده كله والدنيا مش شبيث وبينجيب لعيبة والدنيا حلوة طالها تقول لي مش عاجبك يا عام تقديم اشرف داري يا كده趣 مش ححر اخوتك مش كده مش كده يا صديق الاهلاوي ارحم شوي ارحم شوي يا ربنا ارحمك يعني يعني مش كاد مش كاد ولكن يعني مبراعاتا لاخواتنا الزبالكوية يعني معلش معلش هي الدنيا كده في ناس يعني زيتا وفي ناس كده لايتا وهيتا يعني ربنا يا ابني يعني مش يعلكوا بسات اما بقى تعالى بقى ديش حبة كده هزار وحبة فرفشة يعني كده وتعالى نتكلم الكلمتين الجد وتقديم اشرف داري من النادي الاهلي للاعب جديد لاعب اسد جديد داخل الجزيرة بالنادي الاهلي وان شاء الله متوقعين فيه ومتوسمين فيه خير باذن الله اما بالنسبة للتقديمة وبعض الناس اللي انتقدت التقديمة فده ليه لان انت بتقرنها بالتقديمة اللي كانت قبلها بتعتيح يعطوها الله والجمال والشياكة والحناوة في التقديمة بتعتيح يعطوها الله من حيث ان انت استخدمت الزي المغربي والعكاز او العصر اللي كان ماشي بيها وان يطلع مصرح النجوم ويكون قاعد وفي خلفيته يعني نجوم من جميع اطياف المجتمع الاهلوية طبعا النجوم في السياسة وفي الرياضة وفي الفن وفي الغنى وهكذا كلهم النجوم ساطعة والرجل بيقول لك انا هنا القاهرة انا هنا مصرح النجوم وحاجات من هذا القبيل وكل الناس راح تسقفت وقيتلك ايه حاجة حلوة وحاجة جميل اما بالنسبة للاشرف داري والانتقاب بتاع بعض الجماهير لها فبالنسبة كبيرة انا هقولك رأيي في الاخر بس خلينا نشرح وجهة النظر يعني لوجهة نظر لوجهة نظر الناس او المفكر او الكرياتيفي اللي عمل الموضوع وفكر عليه بصراحة شابول الناد الاهلي وشابوه على ادارة الالام وشابول الكرياتيفي اللي شغال في الموضوع ده بغض النظر عن اي انتقاد ولكن الناس كانت عاوزة فكرة حلوة انها لفكرة الجدل ما بين الجمهور والحاجات دي والنعم الفولو ويرد الفولو تاني والكلام ده وانك برضو تاخد حاجة من نفس ريحة التقديمة الاولية وهي ربط الفن بالرياضة وانك تجيب واحد اهلاوي حم فنان زي محمد فراج وانه هو يقدم اللاعب ويقول له يا اشرف تعالى وهنعمل ونسوي لا 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 دي حركة ويحشى وينزل واطلع ففي اكشى وفي موضوع ففي اثارة وحطة ان انت كنت بتلعب على البلبلة او الاثارة ما بين الجمهور او الجدال فانت هنا هدفك من الاعلان انك تخلق حالة جدلية منه اكتر من ايه من هي حالة فنية وحالة شو والكلام ده كله ليه لان انت المرة الاولى كانت يا حتى تعطي الله ما كانتش حد عارف بالصفقة اوي وكانت يعني في تلميحات بسيط اما النهاردة فاشرف داري فكانت تقريبا الاهلوية كلهم عارفين بس فقط ينتظرون معاد التقديم فاذا ان اللعبة او الكرياتيف ان هو يشتغل على موضوع الجدال والفولو وانك تعمل فولو الاهل وترجع تاني وترده والكلام ده كله ففي اثارة وايضا الربط بالفن فده شيء كويس جدا لكن التقديمة ممكن ما تكونش قد كده في الاخر هي تقليدية كلاسيكية اوي 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 وعايز اقول لك ان انت في الاخر ككرياتيف او كصانع يعني الاسكار ديت والميديا وكلام ده كله ساعات جدا انك تجل منك واحدة ساعات انك يعني تبقى عارف او حاطة هدف حلو للموضوع ولكن ما يوفقكش التقديمة ووفقكش الاكشن او انك خلاص بقى تعمل الاعلان والكلام ده كله ممكن ما تفوفقش بيه بشكل كبير جدا ولكن في النهاية في المجمل انت كاعلان ممكن نقول ستة من عشر ستة من عشر حلو جدا لان التنفيذ ممكن ما يكونش مرضي اوي بالنسبة لبعض الجماهير وفيه جدال وفيه فكرة اي نعمل فكرة جديدة وانك تلعب على حتة الحتة الجدامية دي فده برضو شيء كويس جدا ففي المجمل لأ لأ شابو 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 لإدارة الاعلام حتى ولو ما كناش راضيين بشكل كبير عن التقديمة دي وكنا منتظرين احلى فده ممكن يكون الوقت او التفكير او 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 ففيه حاجات كتيرة بتدور في الدماغ اللي بيقدم وممكن والله واعلم ممكن ديكون دي تمهيدة او حاجة تانية لبين رمضان ان شاء الله اللي ممكن بنسبة كبيرة يخلص وبالتوفيق طبعا لان الاهل وبالتوفيق لأشرف داري وانت يا عزيزي خف شوية وبطل بقى يعني بطل اللي انت فيه ده بقى يعني رفقا رفقا بصحابك الزمن كوي لايكو شير اللي جاي كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته